فأرة الحسوب بالإنجليزية كمبيوتر ماس هي إحدى وحدات الإدخال في الحسوب التي تستعمل يدوياً للتأشير والنقر في الواجهة الرسومية وتعتمد أساساً في استعمالها على حركتها فوق سطح مساعد وتحتوي الفأرة الافتراضية حالياً على زرين وعجلة في المتصف تعمل كزر وسطي تاريخها قام باختراعها دولاس إنجيل بارت العالمة بمعهد ستنفورد عام 1963 ميلادياً يرجع أول استخدام للفأرة عام 1973 في حسوب زيروكس ألتو الذي كان من أولى الحواسيب للاستخدام الفردي وهو الحسوب الذي استخدمت فيه الفأرة بشكلها القديم وبزرين بعده حسوب ليليث من قبل فريق نيكلاوس ويرث في المعهد الفيدرالي السلسري للتكنولوجيا بين عامي 1978 و1980 وجاءت الفأرة في نسخته الثالثة كجزء من الجهاز مع نظام المعلومات ستاريزي روكس 8010 في عام 1981 بعد مدة انتشرت الفأرة في الحواسيب الشخصية مثل أبولو منتوش وزرين في الحواسيب الشخصية بي سي واحقا تم إضافة عجلة الانزلاق ومن ثم زيادة عدد للأزرار إلى ثلاثه ثم تم استبدال الزر الأوسط بعجلة ودمج بها هذا الزر وبعض الأنواع الآن تحتوي على أكثر من ثلاثة أزرار وتكون قابلة للبرمجة وضغط الصباقي الأزرار تطبيقات للعباء ولرسومات وللتص عميم طريقة العمل لمزيد من المعلومات طالع تأشير ونقر تتحكم الفأرة عادة في حركة المؤشر في بعدين في واجهة المستخدم الرسومية كوي تقوم الفأرة بتحويل حركات اليد المسكة بها للخلف وللأمام واليسار ولليمين إلى إشارات إلكترونية مكافئة تستخدم بدورها لتحريك المؤشر ويتم تطبيق الحركات المتصلة للفأرة بحركة اليد على سطح الجهاز في موضع المؤشر على الشاشة والذي يشير إلى النقطة التي تحدث فيها إجراءات المستخدم وبذلك يتم تكرار حركات اليد بواسطة المؤشر إذ يمكن للنقر أو التمرير مع إيقاف الحركة أثناء ويد المؤشر داخل حدود المنطقة تحديد الملفات أو البرامج أو الإجراءات من قائمة الأسماء أو في الوجهات الرسومية من خلال صور صغيرة تسمى علامة اقتباس أيقونات علامة اقتباس وعناصر أخرى فعلى سبيل المثال قد يتم تمثيل ملف نصي بواسطة صورة دفتر مراحبات ورقي والنقر أثناء مرور المؤشر فوق هذه الأيقونة قد يتسبب في قيام برنامج تحرير النص بفتح الملف في نافذة وتتسبب الطرق المختلفة لاستخدام الفأرات في حدوث أشياء محددة في واجهة المستخدم الرسومية النقر الضغط على الزر وتحريره نقرة واحدة زر اليسار النقر فوق الزر الرئيسي النقر المزدوج زر اليسار النقر فوق الزر مرتين في تتابع سريع يعد بمثابة إشارة مختلفة عن نقرتين منفردتين منفصلتين النقر الثلاثي زر اليسار النقر على الزر ثلاث مرات في تتابع سريع يعد بمثابة إيمئة مختلفة عن ثلاث نقرات فردية منفصلة النقرات الثلاثية أقل شيوعا في التنقل التقليدي النقر بزر الفأرة الأيمن النقر فوق الزر الثانوي أو النقر بالإسبوعين هذا يجرب قائمة بخيارات مختلفة حسب البرنامج النقر الأوسط النقر فوق الزر الثالث السحب والإفلات الضغط مع الاستمرار على زر ثم تحريك الماوس دون تحريره يتم استخدام الأمر علامة اقتباس السحب باستخدام زر الماوس الأيمن بدلا من علامة اقتباس السحب علامة اقتباس فقط عندما يوجه المرء المستخدم إلى سحب العصر أثناء الضغط على زر الماوس الأيمن لأسفل بدلا من زر الماوس الأيسر الأكثر استخداما الضغط على كلا زر الفأرة كوردند والمعروف أيضا باسم التنقل التأرجحي مزيج من النقر بزر الماوس الأيمن ثم النقر بزر الماوس الأيسر مزيج من النقر بزر الماوس الأيسر ثم النقر بزر الماوس الأيمن أو حرف لوحة المفاتيح مزيج من النقر بزر الماوس الأيمن أو الأيسر وعجلة الماوس النقر أثناء الضغط باستمرار على مفتاح التعديل تحريك المؤشر لمسافة طويلة عندما يتم الوصول إلى حد معين لحركة الفأرة يرفع المرء الفأرة ويضعها على الحفة المقابلة لمنطقة العمل أثناء تثبيتها في الهواء ثم يعيد وضعها على سطح العمل وهذا ليس ضروريا في كثير من الأحيان لأن برنامج التسريع يكتشف الحركة السريعة ويحرك المؤشر بشكل أسرع بشكل متناسب مقارنة بحركة الفأرة البطيئة لمس المتعدد تشبه هذه الطريقة لوحة اللمس متعددة اللمس على جهاز كمبيوتر محمول مع دعم إدخال النقر لعدة أصابع وأشهر مثال على ذلك هو فأرة أبولو سحرية إماءات يمكن للمستخدمين أيضا استخدام الفئران بطريقة إيمائية ما يعني أن الحركة المنمقة بأسلوب معين لمؤشر الماوس نفسه والتي تسمى علامة اقتباس إيمائة علامة اقتباس يمكنها إصدار أمر أو تعيين إجراء معين فعلى سبيل المثال في برنامج الرسم قد يؤدي تحريك الماوس في حركة إكس السريعة فوق شكل إلى حف الشكل نادرا ما تحدث واجهات الإيماء الجزشيرل وتستعمل أكثر منها التأشير والنقر البسيط وغالبا ما يجد الناس صعوبة في استخدامها لأنها تتطلب تحكما أدقى في المحرك من قبل المستخدم ومع ذلك فقد انتشرت بعض الاستلاحات الإيمائية على نطاق واسع بما في ذلك إيمائة السحب والإفلات وذلك في يضغط المستخدم على زر الفأرة أثناء تحريك مؤشر الفأرة فوق عنصر الواجهة يقوم المستخدم بتحريك المؤشر إلى موقع مختلف أثناء الضغط على الزر يقوم المستخدم بتحرير زر الفأرة على سبيل المثال قد يقوم المستخدم بسحب وإسقاط صورة تمثل ملفا على صورة سلة المهملات وبالتالي توجيه النظام لحف الملف ويشمل الإيماءات الدلالية القياسية الهدف القائم على العبور السحب والإفلات اجتياز القائمة التأشير التمرير تمرير الماوس الاختيار استخدامات محددة تحدث لاستخدامات الأخرى لمدخلات الفأرة بشكل شائع في مجالات تطبيقات خاصة ففي الرسومات التفاعلية ثلاثية الأبعاد غالبا ما تترجم حركة الفأرة مباشرة إلى تغييرات في اتجاه الكائنات الافتراضية أو اتجاه الكاميرا فعلى سبيل المثال في نوع العب إطلاق النار من منظور الشخص الأول يستخدم اللاعبون عادة الفأرة للتحكم في الاتجاه الذي يواجه فيه علامة اقتباس رأس علامة اقتباس اللاعب الافتراضي سيؤدي تحريك الماوس لأعلى إلى أن ينظر اللاعب لأعلى وكشف المشهد فوق رأس اللاعب وتعمل الوظيفة ذات الصلة على تدوير صورة عنصر بحيث يمكن فحص جميع جوانبه غالبا ما تقوم برامج تصميم والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد بتجميع العديد من التركيبات المختلفة بشكل نماطي للسماح بتدوير الكائنات والكاميرات وتحريكها عبر الفضاء باستخدام المحاور القليلة التي يمكن لفيران الحركة يكشفها وعندما تحتوي أجهزة الماوس على أكثر من زر قد يقوم البرنامج بتعيين وظائف مختلفة لكل زر ففي كثير من الأحيان سيحدد الزر الأساسي أقصى اليسار في تكوين لمستخدمين اليد اليمنى على الفأرة العناصر وسيظهر الزر الثانوي أقصى اليمين في مستخدم اليد اليمنى قائمة بالإجراءات البديلة المطبقة على هذا العنصر فعلى سبيل المثال في الأنظمة الأساسية التي تحتوي على أكثر من زر واحد سيتبع مستعرض الويب مزيلة ارتباطا وذلك استجابة لنقرة زر أساسية وسيظهر قائمة سياقية بالإجراءات البديلة لذلك الارتباط استجابة لنقرة زر ثانوي ولبا ما سفاتفة حال الرابط في علامة تبوي بأو نافذة جليدة ردن على نقرة باستخدام زر الفقرة الثالث الأوسط الشكل البدائي للفقرة رسم تخطيطي لمكونات فقرة الكرة يمكن تأريخ بداية الظهور البدائي لفقرة الحسوب باختراع كرية التعقب عام 1952 ميلاديا على أيدي كل من تؤم ترانستونا وفاريد لونستاف وكانيون تيلور العاملين في البحرية الملكية الكندية ضمن مشروع داتار وتكونت كرية التعقب أساسا منقرة نلبي ولينج خمسية المسامير وما تسجل لها براءة اختراع ذلك كوان الجهاز ضمن مشروع عسكري سري وكانت وظيفة كرية التعقب هذه هي تأشير أي أنها مؤشر وقد تم استخدام مصطلح فقرة لأول مرة عام 1965 ميلاديا أنواعها مكونات فقرة الحسوب ذي الكرة هناك نوعان من الفقرة وهي فقرة الكرة ويعتمد في التعروف على حركة الفقرة على كرة داخل الفقرة تدور مع حركة الفقرة وتؤثر حركتها على ترسين صغيرين متعامدين الفقرة الضوئية تعتمد على شعاع من ضوء ليزر أشباه المواصلات للمركز أسفل الفقرة ينعكس من على السطح ويتم استقباله على شريحة إلكترونية أشبه بحساس التصوير فقرة ضوئية تعمل بليزر أشباه المواصلات بروتوكول الاتصال والترابط فقرة آيركماوس لاسلكية من تصميم شركة مايكروسوفت لنقل المدخلات تستخدم الفقرة بشكالها المتعددة والمزودة لكبلات نموذجية سلكاً كهربائياً رفيعاً ينتهي بموصل قياسي مثل أورز شرطة 232C أو بياس شرطة 2 أو الديبي أو يؤسبي بدلاً من ذلك تنقل الفرة اللاسلكية البيانات عبر الأشعة تحت الحمراء أو الراديو بما في ذلك البلوتوث على الرغم من أن العديد من هذه الواجهات اللاسلكية متصلة نفسها من خلال الحافلات التسلسلية السلكية المثكورة علىه في حين أن الواجهة الكهربائية وتنسيق البيانات المرسلة بواسطة الفئران المتاحة بشكل شائع يتم توحيدها حالياً على يؤسبي فقد اختلفت في الماضي بين مختلف الشركات المصنعة يستخدم ماوس الناقل بطاقة واجهة مخصصة للاتصال بجهاز كمبيوتر نيبيهم الشخصي أو كمبيوتر متوافق أصبح استخدام الماوس في تطبيقات نظام دوس أكثر شيوعاً بعد تقديم شركة مايكروسوفت الفئر ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن مايكروسوفت قدمت معياراً مفتوحاً للاتصال بين الطبيقات وبرامج تشغيل الماوس وبالتالي فإن أي طبيق مكتوب لاستخدام معيار شركة مايكروسوفت يمكنه استخدام فأرة مع برنامج تشغيل يقوم بتنفيذ نفس واجهة برمجة الطبيقات حتى إذا كان جهاز الماوس نفسه غير متوافق مع شركة مايكروسوفت يوفر برنامج تشغيل هذا حالة الأزرار والمسافة التي قطعها الماوس في الوحدات التي يطلق عليها وثائقية ميكيز تصميم الفأرة المبكر فأرة من تصميم شركة سيروكس ألتو في السبعينيات من القرن العشرين تم استخدم فأرة من تصميم شركة سيرو ألتو وفي الثمانينيات الفأرة الضوئية سيروكس ذات واجهة لبعاد إكس واوي وذات التشفير التربيعي يحتوي هذا الترميز المكون من وحدتي قياس بت لكل بعد على خاصية تغيير بت واحد فقط من الاثنين في كل مرة مثل رمز رمادي أو عداد جونسين بحيث لا يساء تفسير الانتقالات عند أخذ العينات بشكل غير متزامن استخدمت الفأرة الأقدم في السوق الشامل مثل الفأرة منتوش أصلية وأميغاو أتاري أسة موصل ديسميني أتور ذات المداخل التسعة لإرسال إشارات المحور إكس واوي المشفرة من التربيع مباشرة بالإضافة إلى مدخل واحدة لكلزرنفرة كانت الفأرة عبارة عن جهاز ميكانيكي بصري بسيط وكانت دوائر فك تشفير كلها في الكمبيوتر الرئيسي تم تصميم موصلات بشرطة تسعة لتكون متوافقة كهربائيا مع جهزة تحكم الشائعة في العديد من أنظمة ذات ثماني بت مثل كومودور 64 وأتاري 2600 على الرغم من أنه يمكن استخدام المنافذ لكلال استخدامين إلا أنه يجب تفسير الإشارات بشكل مختلف نتيجة لذلك يؤدي توصيل الفأرة بمنفذ عصا التحكم إلى تحرك علامة اقتباس عصا التحكم علامة اقتباس بشكل مستمر في بعض الاتجاهات حتى إذا ظل الماوس ثابتنا بينما يؤدي توصيل عصا التحكم في منفذ الفأرة إلى قدرة علامة اقتباس في نهاية المقطع لا تنسى قول الباقيات الصالحات